السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي الطلبة موضوع درس اليوم حول أغراض التكيف فمن أغراض التكيف الحصول على الغذاء وهذا تم شرحه سابقا وسأجري مراجعة سريعة له فتكيفت الحيوانات كل حسب حاجتها وبالطريقة الملائمة للحصول على غذائها عبر اللسان أو طول رقبتها أو الأدراس أو الأنياب للحصول على غذائها ومن طرق التكيف أيضا التكيف من أجل الحماية تحمي الحيوانات نفسها أولا من الظروف الجوية والمقصود بالظروف الجوية الحر والبرد حر الصيف وبرد الشتاء عبر أولا غطاء الجسم فعبر غطاء الجسم تحمي هذه الحيوانات نفسها أما موضوع درس اليوم فيتحدث أيضا أن من طرق حماية الحيوانات لنفسها عند اختلاف الظروف الجوية هي الهجرة فالهجرة هي الانتقال من مكان إلى آخر فتهاجر الطيور شتاءا عند اختلاف الطقس هربا من البرد وتعود عند تحسن الظروف الجوية ومن الأمثلة أيضا على الحيوانات التي تهاجر الأسماك ومن طرق أيضا الحماية من الظروف الجوية عند قدوم فصل الشتاء أن بعض الزواحف كالأفاعي تقوم بالاختباء داخل جحورها والجحر هو البيت لحماية نفسها من أيضا الظروف الجوية فمن الأمثلة أيضا على الحيوانات الخلط التي تلجأ للبيات الشتوي فالبيات الشتوي هو نوم الكائن الحي طوال فصل الشتاء داخل جحره ليحمي نفسه من البرد والغرض من البيات الشتوي هو الحماية من الظروف الجوية أما موضوع درس اليوم فهو الحماية من الأعداء تحمي الحيوانات نفسها من الأعداء بعدة طرق أول هذه الطرق هو التمويه والمقصود بالتمويه هو أن يكون لون غطاء جسم الكائن الحي كالزواحف والثعابين بلون البيئة الموجود فيها فمثال هنا الصحراء والثعبان لونه بلون الرمل فعندما يحلق نسر في السماء يصعب عليه رؤيته لأن لون حراشفة كلون الرمل فالغرض من التكيف هو الحماية من الأعداء ويستفيد الإنسان من هذا التكيف في التخفي الجنود في الحرب من الأعداء بلبس ملابس تشبه البيئة الموجودين فيها اثنين من طرق الحماية من الأعداء الخداع والخداع يكون بتحول القنفذ ذو الأشواك إلى كرة شوكية لحماية نفسه من الأعداء عند الشعور بالخطر وأيضاً من طرق التكيف للحماية من الأعداء التلون فالتلون هو تغير لون جسم الكائن الحي كالحرباء لحماية نفسها من الأعداء فتساعدها على التخفي وحماية نفسها بلا الأعداء بالتلون بلون المكان الذي تتواجد فيه فنشاهدها بعدة ألوان وأيضاً من فوائد تلون الحرباء جذب الإنسان والتزاوج لننخص معاً أغراض التكيف هي الحصول على الغذاء والحماية تكون الحماية من الظروف الجوية ومن الأعداء يكون الحماية من الظروف الجوية بواسطة غطاء الجسم كالسلحفاء الهجرة كهجرة الطيور والبيات الشتوي كالعضايا الزواحف أما من الأعداء تحمي نفسها بالتمويه كالثعبان بالخداع كالقنفذ وبالتلون كالحرباء شكراً لاستماعكم أعزائي الطلبة وأرجو منكم حل صفحات الكتاب بخط جميل ومرتب